اهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا التاسعة بقى زي ما كنت بقول لكم بارح ان بارح كنت بقول يعني ان احنا النهاردة هنبقى موجودين معاكم في دميات وتتفرجوا على دميات بشكل يمكن ما تفرجتوش عليه قبل كده ماقدرش اجزم ان كل المصريين زاروا دميات لا لكن اقدر اقول ان في ناس كتير جدا على الاقل من ابناء جيلي يفتكروا دميات كويس ومصي في راس البر زمان والعيشة شلكيب اللي بتخلص بعد الصيف تتلمي العيشة وتتخزن تحت المصطبة الخرصانة بتاعتها في حاجة اقرب للدولي دي حدوتها هنبقى نحكيها بعدين احنا دلوقتي موجودين فين احنا دلوقتي اولا موجودين على اللسان بتاع راس البر الشهير على شمالي هتلاقي كبت اللطيف على شمالي هتلاقي كده البحر ودي الفنارة الشهيرة بتاعت راس البر اللي هتلاقين يمشاور عليها كده انك مش عارف زكاة الكاميرا جايبها ولا لأ دي نقطة النقطة التانية احنا موجودين في تجربة رائعة جدا تجربة هي ثمرة للتعاون ما بين الشركة القبضة للفنادق وقطاع الاعمال العام والمحافظة في ضمياط علشان اتعامل فيها اول اوتال فايف ستارز في الدلتا بالكامل طبعا انا باع في نفسي من اقول اسم الاوتال لانه كده هيبقى الاعلان الصريح لكن انا بكلمك على ازاي الدولة قدرت انها تعمل اوتال فايف ستارز في الدلتا ودي التجربة الاولى واكاد لا مش اكاد هو انا اجزم بانها تجربة نجحة بالتأكيد 100% واحنا في راس البر واحنا بنتكلم معاكو في برنامج التأساع عايزين نحكي حدوتة ضمياط فيه اجيال ما تعرفش انه ضمياط كانت هي الميناء الرئيسي والاساسي في مصر من ايام العهد البطلمي ودي حاجة مهمة جدا الحاجة التانية ضمياط هي المدينة اللي بتجمع الكل على قيمة اساسية ورئيسية وهي قيمة العمل يعني على سبيل المثال ضمياط تكاد تكون المدينة الوحيدة في العالم التي لم يدخلها المرابين عارف المرابي اللي كان يسلف بفايدة مبالغ فيها ده اختفى يعني في ضمياط مش موجود في بعض الحكاوي بتتكلم على انه بعض المرابين اتوا الى ضمياط ما سلكوش مع الضميطة ليه الضمياطي عدل وبتاع شغل وما يستلفش وممكن ما يسلفش كمان بالمناسبة لانه بتاع شغل مفيش هنا حد بيقرر انه يمد ايده الناس هنا كلها بتاعت شغل ضمياط طول الوقت كانت تشتهر باق مجموعة من الصناعات ومجموعة من التجارة او الانشطة التجارية يعني مثلا ضمياط كانت زمان جدا مشهورة جدا بتجارة البن وبطبيعة الحال بتجارة الاخشاب وبطبيعة الحال طالما فيه تجارة اخشاب يبقى فيه صناعة الاثاث اللي حضرتك عارفها ده بخلاف بالتأكيد باعتبارها مدينة سرحالية بس كمان هي فيها ميزة ما تفهمش ايه هي ليها طعم متعلق به انها واحدة من اهم المدن اللي بتشتغل فيه عملية صناعة السفن وسفن الصيد واليخوت الخاصة اذا اردتوا لنشات وما الى ذلك والسفن اللي بتستخدم في الاغراض التجارية والصناعية بالاضافة الى مسألة صناعة صيد السمك وتجارته وبيعه وما الى ذلك من صناعات ايضا مساعدة كمان صناعة الالبان والاجبان ومنتجاتها وهكذا دمياط عبارة عن خلية كاملة متكاملة دمياط تقدر تعمل اجتفاء ذاتي بالمناسبة من كل حاجة لان دمياط كمان عندها ظاهرها الزراعي ودي برضو حاجة مهمة جدا يعني فيه ناس هتيجي تقولك انت عندك انحيازات لانك انت طالما اعلنت ان انت ابن سيدة دمياطية طبعا عندي انحيازات ينحل الدمياط والتي لان تباريها انحيازة ولان يباريها اي انحيازة لكن خلوني هكمل معاكو الحدوتة الدمياطي واحنا موجودين معاكو في التساع احنا قبل كده لو تفتكروا كنا موجودين معاكو من كام شهر في اسوء وخدنا قرار ان احنا هنقعد نلف شوارع محافظات قرى مصر مش بس القاهرة واسكندرية وضمياط والمدن الكبير احنا نلف في كل حد علشان بس نحكي الحدوتة بتاعت كل منطقة مصرية ترجمة نانسي قنقر